الحمد لله السلام عليكم اليوم سنتحدث عن الصورة وهي صورة المزمين هذه الصورة فوائدها لا تحصى ولا تعد الإصلاح بين الزوجين قرأينا صورة المزمين ثلاث مرات على ماء وتعطي للزوج كي يشرب من ذلك الماء وأنت كذلك فتصبح محبة بينك وبين الزوج تكررنا العملية يوميا إذا ضاع منك شيء تذكرنا بصورة الضحى إذا ضاع منك شيء فتقرأ عشر الآيات الأولى عشر الآيات الأولى من صورة المزمين يوميا تقرأها وستجد الشيء الضائع منك بإذن الله عارة أن تيسر أمورك يعني عندك أمور معكسة تريد أن تيسرها تريد يعني يدخل لك الرزق وتريد أن تيسر الأمور تقرأها يوميا مرة في الصباح ومرة في المساء كذلك الفائدة للحمل للمرأة التي تريد الحمل هي والزوجها تصوم الخميس والإثنين ويغتسل في ذلك اليوم يعني يجب أن الاقتصال في ذلك اليوم وفي المساء يعني مع المغرب وشخص منكم يقرأ صورة المزمين على الماء وذلك الماء تفطورين به يعني أول شيء تفطورين به هو ماء صورة المزمين هذه الطريقة تنفذها كل خميس والإثنين وإن شاء الله يأتون الأبناء بإذن الله كذلك للديون الديون كذلك صورة المزمين تقرأها وراء كل الصلاة وتدعو الله أن يسدد دينك أو يجعل لك مخرجا تقرأ وراء كل الصلاة المزمين فهي كذلك تساعد لقضاء الديون بإذن الله تقرأها يوميا لمدة أربعين يوم تقرأها يوميا مرة واحدة لمدة أربعين يوم في أي وقت شئت ونختم بقضاء الحوائج المستعصية يعني أي شيء كان مستعصي عنك وتقول هذا الشيء لم يتحقق أي شيء يعني الشيء مهما كان نوى الشيء فقط يجب أن يكون فيه خير وبرضاء الله يعني هذا حرام اتفقنا تقرأ صورة المزمين وراء صلاة الصبح 11 مرة لمدة 11 يوم تقرأ صورة المزمين 11 مرة وراء صلاة الصبح لمدة 11 يوم وكل مرة تختم 11 مرة وراء صلاة الصبح تطلب حاجتك لمدة 11 يوما بهذه الطريقة إن شاء الله من المجرابات من صورة المزمين تقضى الأشياء زواز صفر باية وشيراء أي شيء تريده إذا كان عندك منزل تريد أن تتبيعه إذا أردت أن تتحول إلى منزل إذا أردت أن تسترزعي الزوج أي شيء إذا أردت أن تبطل الصحة إداية الكشف كذلك الكشف عن الشيء تريده أن تعرف من صحرك أو تريد أي شيء أو تريد الصفر أي شيء تحقيق أي شيء بإنه تقرأ صورة المزمين وراء صلاة الصبح 11 مرة وتطلب حاجتك لمدة 11 يوم من المجرابات لهذه الصورة لقضاء الأشياء بصورة هذا كل شيء وتمنىكم الخير وإلى اللقاء